خير يا باشا؟ قعد أولاً أحب أن أشارك بأن كل الطلبات اللي أنت طلبتها مني المرة اللي فاتت بتتنفذ وبمنتهى السرعة رب أنا خليك لينا باشا ويخلينا بوبوس المرة دي بقى إحنا لينا طلب عندك تطور بالنسبة لمثالة الجواز إحنا نرى أنها خطوة غير مستحبة بالنسبة لك في الوقت الحالي إحنا نرى مين إحنا نرى دول يا باشا؟ الدولة ها؟ الدولة هي اللي مش عايزة؟ أنت عارف أن اللطفي ألماظ واحد من أكبر رجال الأعمال اللي موجودين في البلد الرجل وقف جنب الحكومة كتير وعمره ما تأخر عنها أبداً هو حالياً مترشح لمنصب مهمة قوي في الحكومة والراجل جاء لي وشرح لي المنقف قال لي أنه كان عايز يتجاوز مواجر نشار وأنه تقدم لها وكانت موافقة لغاية ما ظهرت أنت بقى أنت عارف أنه لو عندها مئة مليون جنيه ومع ذلك ما خدش أي إجراء قانوني ضدها إحنا درسنا الموقف كويس والعقل بيقول أن محسن هنداوي لازم يفضل وقف على رجليه علشان يكمل وأن لطفي ألماظ لازم يتجوز الست اللي في حكم خطبته وأن مهجر نشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقة اللي تليق بيها وبإسمها وبصمعتها ولا إيه؟ هو ده رأي الدولة؟ لا هو رأي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف بص يا زمبي أنا حتجوز مهجة غصبا عن عين أم الدولة هو رأيburn anto طمص تتعلم محسن اتخارتك دا ليه؟ قال أنا عليك طول الليل مالوشك تغير كلمتك في التليفون ميت مرة ما ردتش علي ما تكلمني يا محسن فيه ايه؟ حصل حاجة؟ ايوا يا راجي انا كنت واسخة انك ما نمتيش ألف مبروك يا اموها لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا اصله لما عارف الحقيقة بقى اتصرف على طول هو اللي خلصك من راجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي انت رايح فين؟ انا ماشي مصايبني؟ انا حسابي البالة كلها لتقول له عشان اتجاوز لوت في ألماز مش كده؟ بص يا موجة انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط ولا انا كمان كل واحد روح لحال واحسن حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني انا حسبتها علشانك انت انا جيت بوصلي كل حاجة انا عمشي المركب لما تغرق كله بينط منها وانت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حال يا موجة الدولة لسه نايمة مصحيتش خلينا اطلع منها على خير رجلي على رجلك انا رايح لندن حاجي معاك بس وان امراتك بس وان امراتك بسبب انداوي فضلوا معنا محكمة حكمت المحكمة حضورياً على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن سبع سنوات مع الشغل وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن خمستاشر سنة مع الشغل والنفاذ رفعت الجلسة ياسيدي داسيبي مش منتجع سياحي دول طلب وموبايلات دخلنا لهم بلازمات لابتوب ده احنا اشتركنا لهم في النت لا 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 ده كتير كتير الصحافة طول عليها ايه احتفل بعيد ملاد سجين واجيب دينا ترس وساعد الصغار يغلد البلح 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 نعم اقمر يا محسن ديه انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده اضراب؟ ايوه مش معنى انا اللي مش هعمل اضراب اي حد بيعمل اضراب بيبقاله طلبات ايه اللي نقصك؟ يا سيد الطلبات جاهزة ده قانون حق المسجون شوف يا سيد انا معلم عليه بالقلم لهم من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مرة كل خمسة واربعين يوم يعني تمام مرات في السنة انتوا ليكم عندي عشر سنين سنة انا لايه تمانين مرة احنا نقسمة بقى بدلا من مايبقوا التمانين مرة على عشر سنين نضرابهم في شهر واحد ونخلص انا حوقف ايه المنى عندوكم انت بتقول ايه؟ ده سجن محترم مش شقة مفروشة طيب انا بحملكم المسئولية كاملة انا حبلغ جميع جمعيات حقوق الانسان حبلغ جمعيات الدفاع عن حربي سجل 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 حرام! حرام عليكم انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايام ما كنت في الاعدادين ايه؟ اه! حرام! من ايام ما كنت في الاعدادين مكش معمش حاجات فهم؟ 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 اقوم كل يوم الصحباب هاد ايه فهم؟ بصمش كده تمام يا فندم الاستاذ عبد المنصف الاستاذ لبيب المحامي بيستازنوا ساعتك في الدخول يا فندم خليم يخشوا عمرك يا فندم وانت بتعمل ايه؟ اهو! حبجة في الشؤون القانونية انا ليل حقا اعمل اضراب ولا اه اضراب ايه يا مرسم؟ مئة الف مبروك لجاني ابنوك وافت على مشروع الجدولة والسايد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك وعادي قرار النيابة بالافراج وموجه خرجت بالسلافة النهاردة الصبح ورايحين دلوقت اجتماع عند انظام بي عبد الدايم عايز يقعد معاكم سكه على اضرابة باشا ها اصدر انها تسوية عشان كان لازم الدولة تعمل كده كده الناس سعر بتشتغل زي ما قلت لحضراته كده ده مش مجرد تصالح ده عبور اقتصادي لان الاقتصاصية بتأثر على اسس صلاحية فس كدس مستكيتس ها هو هنا اجتماع اللجنة؟ ايه؟ هو هنا اجتماع اللجنة؟ لا هنا موقف احمد حلمي ها فضل ام الموج حلم فين؟ ولا انا شايف محسن بيه في الشكال موسيقى ها موسيقى اشتغل اشتغل بشتغل نظام بي عبدالدايم خلاص مشي وإحنا جايبينكم النهاردة كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحلة الجديدة الدولة رأت إن سجن رجال الأعمال وغروبهم خارج البلد ماش في مصلحة أي طرف من الأطراف عشان كده بعد التسوية والتصالح اكتملت أضلع المسلس الحكومة رجال الأعمال الشعب عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الأمان وإحنا نرى الله إحنا نرى برضو إحنا ما تعرفناش بسياتك فكري فكري جديد الأمور ده